بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في جولة جديدة من السودان هذا المساء من قناة الشروق نستهل بالعناوين اللجنة العليا للطوارئ الصحية تعلن حزمة من الإجراءات الجديدة والتفعيل وتشديد لائحة الطوارئ الصحية للحد من انتشار الإصابة بجائحة كورونا رئيس الوزراء يشيد بجهود عمال السودان بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام حكومة ولاية نهر النيلت واقع عقدا لإنشاء عدد من الكبار مع إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الطرق والجسور والإنشاءات أهلا بكم أعلنت اللجنة العليا لطوارئ الصحية حزمة من الإجراءات الجديدة وتفعيل وتشديد لائحة الطوارئ الصحية للحد من انتشار وارتفاع وتيرة الإصابة بجائحة كورونا والحد من التجاوزات التي تشكل العامل الرئيسية في زيادة معدل الإصابة وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة إن الأيام القادمة ستشهد أكثر صرامة في التنفيذ مشيرا إلى أن لديهم الشجاعة الكاملة لحفظ حقوق الجميع مضيفا أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من الجميع وأنه لن تسمح بالمحاولات التي تعيق عملها مضيفا أنه من الضروري للجمهور التعاون مع نقاط الارتكاز هذا وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة صديق طاور قد قال عقب اجتماع اللجنة أمس إن كل المؤشرات تشير إلى ما هو أسوأ خلال الفترة القادمة وإن مسؤوليتنا كدولة نحو المواطنين العمل على حمايتهم من المستهترين وتجار الأزمات الذين يستثمرون في ظروف الأزمات والكوارث الصحية بالبلاد قررت اللجنة العالية لتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية في اجتماعها بضنقلا برئاسة الأمير العام لحكومة الولاية عبدالقادر محمد سعيد تمديد القرارات والإجراءات الخاصة بمجابهة الجائحة في أعقاب تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بمرض كورونا بالولاية كما أمنت اللجنة على تمديد إغلاق جميع الأسواق بالولاية الشمالية لمدة عشرة أيام أخرى وتكليف المحليات باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بالأحياء وتمديد حظر التجوان لمدة عشرة أيام أخرى كما قررت تمديد إجازة العاملين بالمؤسسات والمصالح الهكومية مدفوعة الأجر لمدة عشرة أيام أخرى وتمديد إغلاق جميع أسواق التعدين وتجفيفها من المعدنين وإيقاف أي نشاط تعديني ومنع دخول أي شخص لمناطق التعدين والاستمرار في منع حركة وتنقل المواطنين والعربات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة على الاجتماع بعدة قرارات المفتكرة أنها حاسمة بعد النغاش المستفيد تم تمديد إغلاق جميع الأسواق بالولاية لفترة عشرة أيام وأيضا تم الإبقاء على ساعات الحزر من الساعة الثانية عشر إلى الساعة السادسة الصباح اليوم التالي وكذلك اتخذت اللجنة منع دخول المركبات من المحليات المختلفة ومنع دخول المركبات من ولاية الخرطون والولاية المجاورة أصدر والي ولاية غرب دارفور ربيع عبدالله آدم عددا من القرارات المتعلقة بمجابهة انتشار فيروس كورونا وتعزيز جهود الحكومة نحو تطوير الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة لمجابهة هذه الجائحة للحفاظ على سلامة المواطنين وأشار القرار إلى إغلاق جميع المعاور الحدودية بين محليات ولاية غرب دارفور مع ولايتي الشمال ووسط دارفور إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الجنينة حاضرة الولاية أمام حركة المرور من وإلى محليات الولاية الأخرى إغلاق جميع الأسواق وكافة المحال التجارية والحرفية بمدينة الجنينة والأسواق الأخرى بكافة محليات ولاية غرب دارفور من الساعة الثانية ظهرا وحتى السابع صباح اليوم التالي إغلاق جميع مواقف المواصلات السفرية لإيقاف حركة وسائل النقل الخاص والعام من وإلى خارج مدينة الجنينة واستثنى القرار العربات التي تحمل السلعة الاستراتيجية والمخابس والبقالات والصيدليات دفعت اللجنة العليا للطوارئ الصحية والتعاطي مع جائحة كورونا بولاية نهر النيل بعدد من التوصيات العاجلة لإجازتها عبر مجلس حكومة الولاية وقضت التوصيات بتمديد حضر التجوال من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا مع تعليق كافة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد علاوة على إغلاق كافة منافذ ومعابر الولاية مع بقية الولايات إضافة لتحديد مواقع لحجر المتسللين للولاية من الخارج واحتجازهم بها لمدة أسبوعين وقال الرئيس دائرة الصحة والسكان بالولاية عبد المنعم بلى للشروق إن توصيات اللجنة ستوضع موضع النفاذ فور اعتمادها والتوقيع عليها من الوالي مشيرا إلى أنها دوافع اتخاذ هذه القرارات احترازي واستباقا لأي تطورات وتعقيدات صحية محتملة في ظل الانتشار المتزايد لحالات الإصابة والوفاة بالمرض بولاية الخرطوم والولايات المجاورة وأعرب بل عن أمله في أن تضح هذه التوصيات والقرارات حدا فاصلا لخروقات وانتهاكات قانون الطوارئ التي تحدث من قبل العديد من المتفلتين على حدود ومنافذ الولاية مع الخرطوم والحدود المصرية فضلا عن حسمها لمظاهر الفوضى لتجاوزات حضر التجوال بين المدن وفي الأسواق الكبيرة والفرعية بالولاية كان أهم بني فيها هو كيفية الحد من الحركة داخل الولاية وداخل المدن يعني بين مدن الولاية ومن خارج الولاية على حدود معابرة مع الولايات الأخرى حقيقة التنقل هو عمل لنا مشاكل كثيرة معظم المشاكل الصحية الحصلت دي حصلت بسبب تنقل الأفراد يعني من الخرطوم وبالعكس من منطقة الشمالية وبالعكس هي كل منافس والجهات الشرطية والأمنية والمرور السريح كلها قائمة بذولة تماما أعلنت حكومة ولاية سنار عن حزمة من التدابير الاحترازية الصارمة لمنع تفشي فيروس كورونا بالولاية وقررت الحكومة ولجنة أمن الولاية في الاجتماع الطارئ المشترك برئاسة محمد عثمان حمد الوالي المكلف إغلاق كل المعابر المؤدية إلى الولاية ومحليات الدندر وشرق سنار والسوكي وهي المحليات التي ظهرت بها حالات الإصابة بالمرض مع استثناء الحالات المتعلقة بالصحة ومعاش الناس بجانب تمديد قرار إغلاق الأسواق إلى الثامن من مايو وأمن الاجتماع المشترك على توفير المعاينات الفنية والمادية والأمنية والمعنوية والكادر الطبي العامل بالمستشفيات ومراكز العزلة ووجه الوالي بالاستمرار في تدريب الكوادر المساعدة وتكثيف جانب التوعية والتثقيف وتفعيل دور الأجهزة الإعلامية في هذا المجال إلى جانب منع الذبيح لليوم الجمعة فقط والاجتماع بالجزارين لترتيب الأمر بأسواق الأحياء وقعت حكومة ولاية نهر النيل على عقد لإنشاء وتنفيذ عدد اثنين من الكبار على نقطة عبور في الترعة الرئيسية لمشروع الأمن الغذائي مع إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال الطلق والجسور والإنشاءات بتكلفة مالية بلغت عشرين مليون جنيه وقال والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين إن المشروعين سينفذان بمواصفات فنية وهندسية حديثة تستوعب الحمولات الزائدة للمركبات والناقلات العابرة من وإلى بناطق وأسواق تعدين الذهب بمحليتي بربر وأبو حمد لافتا إلى أن عرض الكبر الواحد سيصل لعشر أمتار لتسهيما في تسهيل وانسياب حركة المرور وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وأشار حمد إلى أن المحليتين علاوة على أهميتهما في مجال التعدين فإنهما يعتبران من أكبر المحليات إنتاجاً للمحصولات الزراعية ويسهمان في تغطية حجم الاستهلاك المحلي من الخضروات والمنتجات الزراعية وأكد الوالي والي نهر النيل البداية الفورية لعمليات الإنشاء على أن يستكمل العمل بالكبريين في غضون خمسة أشهر فقط وجه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رسالة إلى كل عاملات وعمال البلاد بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام وقال حمدوك في صفحة رسمية على فيسبوك مخاطبنا العاملات والعاملين إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم وأشار إلى أن رفعة البلاد لن تكون حاضرة إلا بإتقان وتحسين صيانة هذه البلاد كشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لين الشيخ عن ترتيبات أولية لقيام موحقيات عمالية بالخارج خاصة في بعض البلدان التي توجد فيها كثافة عمالية كبيرة من السودانيين وقالت إن السودانيين في الخارج في حاجة حقيقية للسند من الحكومة وأضافت لينا أن وزارة العمل وبالتعاون مع وزارة الخارجية ناقشت قيام موحقيات عمالية من أجل خدمة العاملين بالخارج والوقوف بجانبهم وتلمس قضاياهم كما قدمت التهنئة بمناسبة عيد العمال مشيرة إلى جهودهم نحو تغطية صحية شاملة لكل عمال السودان أشهد رئيس الوزراء عبدالله حمدوق بجهود والي الولاية الشمالية وحكومة واللجان المقاومة بالولاية والقوات الأمنية المتيقظة من أجل مكافحة التهريب عبر الحدود جاء ذلك لدى لقائه بوالي الولاية الشمالية محمد حسن السعوري الذي قدم شرحا مفصلا لكيفية تعاملهم مع عمليات التهريب خصوصا في وجود أخطار مثل انتشار جائحة كورونا واتساع الحدود وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن طريقة واهتمام الوالي بأمن المواطن وصحته وغذائه ومجهودات مكافحة وباء الكورونا والوقاية منه ومنع التهريب مسؤوليات عظيمة ومتشابكة ظل يطلع بها الوالي مع حكومته مشيرا إلى أن الصرامة في التعاطي مع أي قصور وتهاون كان سببا في الإشادة المستحقة